طيب في فترة مهمة دايماً الأمم تشتكي اللي هي فترة تغيير الحفاظة تعويض الطفل على الأصرية وإنها تشيل الحفاظة هل الطفل ساعتها بيبقى له ردة فعل معينة؟ لأ حضرتك أصرت نقطة مهمة جداً يعني دي بتسبب لنا مشكلات دي ونتكلم على حتة النغارة لما يروح المدرسة أو الحضانة لما بتيجي تعوضه على أن يعمل بقى ببضل الحفاظة ويعمل في الأصرية أو تواليت أو كده فكانت ساعات الأمهات بتلجأ للعنف فتضربوا مثلاً أنا أعرف أمهات مثلاً كان يعزبوا أولادهم بيقوفوهم يلسعوهم عشان يتعود فطبعاً دي خطر جداً ليه بقى؟ الطفل بيلجأ أنه هو يمسك على نفسه وما رداش يتبرز يريح نفسه من القصة دي خالص آه ما يرداش يخاف يتبرز يخاف يعمل على نفسه عشان يتعاقب فبيكون ناتجتها أن البراز يتكون في القولون المية بتاعتهم طمطس البراز ينشف ما يخرجش ما يخرجش ندخل في دايرة مفرقة يجي البراز ده يعوّر فتحة الشرق بقى إمساك رسمي آه إمساك رسمي تمام موسيقى